هنتكلم عن Log and Transfer عندي امر من قائمة فايل اسمه Log and Transfer كلنا عارفين طبعا Log and Capture هو الامر اللي انا بجيب جلب للمادة الفيديو من على الشرايط وبقدر اعمل Capture لها او بنقول عليها Digitals هنا بعمل Log and Transfer بعض الميديا ما بتتصورش على شرايط بعض الميديا بتتصور على ايه على كارت او على هارد ديسك خاص بالكاميرا طب الحاجات دي هقدر اجيبها ازاي وقدر اعمل لها جلب لكمبيتر ما ينفعش اعمل لها Import امر عادي اجي من هنا وقلو Click Main وقلو Import وفايل واختر الفايل على طول مايرضاش يعني مثلا بقولو File وجيت هنا المادة A V C HD هدور على المادة بتاعت اللي انا عايز اعمل لها جلب مش قادر ايه ان انا اشوف المادة ولا قدر اتعرف عليها طيب اما هتعرف عليها ازاي بتعرف عليها من خلال امر ايه Log and Transfer اوامر Shift ثمانية باختر Log and Transfer بتظهر لي الشاشة ديه شاشة قريبة شوية من شاشة ايه Log and Capture اول حاجة بعملها باضيف بقول فين المسار بتاعي بقدر اقوله اضيفه طيب فين المسار دوت اه انا عارف ان انا نسخت الحاجة من على الكارت او من على الهاردس نسختها جوا ميديا فين المجلد اللي انا نسخته انسخ المجلد كامل معوش ادخل جوا الحاجات الفولدرات اللي فيه اختار منها واعد اناقي لا ااخد المجلد كامل وايجي هنا احدد المجلد من بر واقول له Open هو Automatic بيدور على ايه الميديا الموجودة لا اربعة ميديا موجودة جوا ايه جوا الملاء الفولدر اللي انا كنت نسخته من على الايه من على الكارت طيب بقدر اعمل كليك باشوف هنا ال View بتاعه عشان اقدر احدد ايه الجزء اللي انا عايز اخده هنفرض كليبانه زي كده هل عايز اكون لها من اوله الاخيره لا عايز بداية مثلا من هنا اللي بقدر اقول له ال In واحدد هنا كده ال Out يبقى لما يعمل الترانسفير بتاع ال Data هياخد دي بس من نقطة ال In لنقطة ال Out يبقى هنا بعمل Preview عشان اتفرج على الحاجة بتاعتي طيب خلاص هيدي الحاجة اللي انا عايز اشتغلها حاجة من اتنين يبقى اقول له Add Clip to Q او باسحب المادة عندي على طول على الايه على ال Q بتاعتي هنا بتتم عملية التحويل لما باضغط كده بلاقي العلامة دي بتاعني ايه الراجي الشغال قاعد يحول الهوت لغاية ما بتخلص المادة عمل لها ايه بقى نزلت فين كا اني بعمل Capature بالضبط نزلتلي فين في المكان اللي انا بعمل ايه على ايه جلب المواد بتاعتي طبعا طالما العلامة دي موجودة يبقى هيجى على ايه على الروت الرئيسي او على الملف الرئيسي هنا لو انا عملت New Pin عملت ايه مجلد جديد ممكن اعمل عليه Click واقول له ايه Set Login Pin يبقى الدوت اللي هيتم فيه عملية ايه اي جلب طبعا نجرب عايز اخد دوت كلها من اوله الاخيرها اصحابها هنا عادي هتم عملية التحويل زي ما احنا بنعملها ويبتدي يحطها فين يبتدي يحطها جوه المجلد دوت اللي انا اخترت ايه Login Transfer بتاعه طيب ما ننساش Setting بتاعتنا اللي احنا عايزين نجيبها هل انا عايز الفيديو ولا عايز الاوديو ممكن اكون عايز الفيديو بس ممكن اكون عايز الاوديو بس على حسب انا عايز ايه في الكليب بتاعي في ال Login طبعا بنبتدي نسمى التسميات بتاعنا اسم الشريط الكليباية الاسكين الشوت الانجل الحاجات دي طبعا بتفيدني زي ما اتفادها وبتظهر في البراوزر عندي بتظهر فين بالزبط في الاعمدة اللي موجودة هنا ديت تظهر لي ال data اللي انا ايه سجلتها عشان ابيعارف الحاجة بتاعتي ديت جيبها منين وموديها فين طيب هنا هقدر اشوف ال preference بتاعتي اه ادي بقى الحاجات اللي هو بيقدر نعمل له support حاليا MPEG2 P2 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 MPEG2 P2 P2 U P2 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 الـ AVCHD Plugin بقدر يجيب الفرمات دي واشتغل بها طيب الفرمات دي هتتحول لان هو طبعا الفينال ما يقدرش يتعامل معها بنفس الوضعها دوت طب هيحولها لإيه هيحولها أنا اللي بحدد بقى ايه الفرمات اللي هو يحدد بيه هنا أبل ProRes طب هنا حاجة native زي أصلها بالظبط ممكن اختار حاجة من أبل ProRes زي ما أنا عايز يبقى أنا اللي بحدد هنا ايه ما عايزها للشغل بتاعي بتاع Log and Transfer هنا طبعا بيبين لي ان انت اخدت جزء من الكلباية هنا اخدت كلباية كلها من أولة لآخرها أنا ممكن اضيف هنا بن كاني بعمل ايه بفتح فولدر جديد وبحط فيه ايه المادة طبعا هنا بقدر اقول له ايه قادي البن اللي هيعمل فيه Login بيظهر لي هنا اسمه طيب لو انا جيت هنا اعمل تكليك كده وطلوسة Login على الروت الرئيسي هيجي هنا يقول لي على البروجيكت الرئيسي على طول مش جوهه مجلد من المجلدات بتاعتي هنا طبعا بقدر اكبر وصغر ال View بتاعي ولو انا بعمل عملية التحويل اقدر ان انا اكبر وصغر شغل بتاعي بيباني بيخلص ويبتدي يديني العلامة ديت ويلاقي بياناتها موجودة ايه برضو اقصادي هنا ده Login transfer بنحتاجه كتير جدا احتمال في بعض الاجهازة ما تلاقيش المواد دي كلها موجودة ده ايه ده راجع للإزار بتاع ايه بتاع Final Cut انا عندي هنا About Final Cut بيديني هنا الإزار بتاعي 7.0.3 يبقى الحاجات ديت معمولة ايه على 7 كل ما بينزل ارضاء إزار احدث كل ما بيلاقي فيه حاجات ايه Option جديدة واختيارات ايه اكتر ترجمة نانسي قنقر